بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أخ يسأل يقول هل اختيار الإنسان وقصده لفعل الشيء وكسبه له مخلوق يقول أن أعلم أن فعل الإنسان مخلوق وإذا كان مخلوقا فهل يعد ذلك جبرا هذه القضية تحدثنا عنها مرات وكرات وأفردناها بتسجيلات عديدة وتحدثنا عنها في العقيدة إذا أردت التوسع فيها فيمكن أن تراجع شرحنا للجوهرة عند قوله فليس مجبورا ولا اختيارا هذه القضية صعبة الصعب فيها هو التفصيلات الدقيقة والكيفية كيفية التقاء الفعل المخلوق مع الفعل اللهي سبب صعوبتها أنها متعلقة تعلقا ما بعلم الغيب وهو نظام يختلف عن عالم الشهادة أما في عالم الشهادة فالذي أجده في نفسي ويجده كل واحد منكم أن حركة المرتعش لا إراديا تختلف تماما عن حركة المرعش أنا رعشت يدي ترعيشا فأستطيع أن وقف هذا أذا أجده في نفسي أما المرتعش وهو الذي بلغ من العمر من الكبرعتية فكان لا يستطيع إلا وهو يده تهتز أثناء الكلام الرعاش مرض يصيب الناس نسأل الله العافية والسلامة اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا لاحظ إذن هناك فرق بين هذا وهذا هذا ملحوظ هذا في عالم الشهادة حقائق عالم الشهادة جميعا تعطيني أني أستطيع أن أقود السيارة وأذب بها المكان فلاني إذن هذه الحركة كلها مخلوقة طيب ما جهة التعلق بعالم الغيب وكيف يكون الفعل الإلهي هذا من عالم الغيب وفيه الأثر إذا ذكر القضاء فأمسكه وإن كان ضعيفا لماذا نمسك لأننا نصل إلى دائرة ليست من دائرة المحسوسات التي سبق أن تعاملنا معها وفيها جزء من العقليات نعلم أن الله هو السبب المسبب الحقيقي لكل شيء ولكن العقل أيضا له حدود فنقف لا يوجد شيء يناقض قوائين عقل الكلية قطعية هذه لا يناقضها ولكن كيف يحصل ما هو مقدار التأثير البشر الذي يكون للناس عليك أن تعلم أن الإنسان له نوع اختيار وهو الذي دلت عليه النصوص النصوص هديناه النجدين النصوص ارسال الرسل لماذا الله جل جلاله يرسل الرسل ما دام الأمر جبر لكنه أرسل الرسل إذن هناك من آمن هناك من كفر هذا الاختيار الذي اختاره الإنسان قديم أو أخلوق بلا شك مخلوق بلا شك قولا واحدا لا نزع فيه وأخونا السائل ذكر هذا طيب كيف يحاسبني الله تعالى على هذا وهو مخلوق الله جل جلاله لي حاسبك على خلقه فيك إنما حاسبك على نوع الاختيار هذا الذي تستطيع أن ترجح به ترجيحا ما بحيث يكون لك قدرة ما هذه القدرة ليست مطلقة صحيح هذه القدرة لا تخرج عن قدر الله بلا شك ولكنها موجودة طيب ما هي نقطة اللقاء بين هذا وهذا كيف لا كيف لا أكون مجبرة والله تعالى يخلق ما يريد هنا هذه الجزئية النقطة الخفية هي التي تقف العقول عندها كل ما جاء في الشريعة العقل يقبله هذه القضية العقل يقبلها من حيث الإجمال طيب من حيث التفصيل ما العلاقة بين القدرة البشرية الحادثة والقدرة الإلهية القديمة هنا نوع من الغيب هنا دائرة يسيرة في خارج دائرة تفكير المعتاد كيف أفهمها الله ما أمرك بفهمها أمرك باتباع النبي هل الله موجود أو لا نعم نقيم لك البرهان الدليل القطي على وجوده صحيح هل الرسل قد جاء من عند الله نبين لك البرهان القطي على ذلك هل هذا الذي بين أيدينا مما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام نبرهن لك بالبرهان القطي على ذلك إذن الله موجود أرسل رسلا وهذه رسائلهم وعلي اتباعهم الزاوية التي جاءت من هذه الكمية التي جاءت من الشرائع التي جاءت من قبلهم نفهم منها نسبة كبيرة جدا ربما جاوزت 90% وفي عندي 10% لا أفهمها في عندي أحكام أنا لا أفهمها ولن يفهمها أيضا غيري إلا بالتسليم لأمر الله تعالى هل إذا وجدت مسمار صغير في الجدار في جدار الذي هو الجدار الذي هو جزء من بناء والبناء في غاية الإتقان والروعة وفي غاية الدقة وكل ما فيه معلل مفهوم إلا المسمار لم أفهمه هل ينتقض على حكمي الكل بما أني لم أفهم المسمار إذن هذا الكون كله غير صحيح أبدا غاية ما في الأمر أمسك عن قضية جزئية لا تخالف العقل من حيث الإجمال أما من حيث التفاصيل هذه دائرة لم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام لماذا نصل للمغرب ثلاث ركعات ما عندي جواب لماذا العصر أربع ركعات وفي السفر ركعتان والمغرب تبقى على حالها لا أعلم لماذا لماذا نغسل أعضاء المذكورة فقط في الوضوء دون غيرها أو جاء حقيقة جاء من يقول يعني إنسان أجنب تلوث عضو واحد يأتيك بالقياس يقول أنت كنت يعني تحمل صندوق فاكهة وسقطت واحدة من الفاكهة في التراب تلوثت تغسلها لماذا تغسل كل الصندوق الشريعة وجبت عليك الاختصال كاملا هذه الأشياء هنا معنى الإيمان الإيمان في دائرة صغيرة يختبر بها الناس تصدق أو لا تصدق آه إذا كان عندي تناقضات كبيرة جدا في أصل العقيدة عند ذلك أنت معذور إذا تركت تلك العقيدة كيف ثلاث آله يتحدون في واحد واحد من هؤلاء إله قديم محادث بآن واحد وهذا الإله دخل من بطن امرأة وخرج من فرجها أو ثم بعد ذلك صدق أنه إله قديم هذه الأغبطة حقيقية هناك يستحيل التصديق إذن الأمر من حيث الإجمال مفهوم أما من حيث التفصيل هناك جزئية لن تصل إلى فهمها إلا يوم القيامة لكن الأمثلة تقرب المسألة أنت في سفينة على سطحها والسفينة كبيرة جدا ما أقول بحجم الأرض لكن سفينة كبيرة جدا ربان السفينة يقول لك لكل الركاب من مشى في هذا الاتجاه على ظهر السفينة سأكون راضيا عنه والذي يمشي في عكس الاتجاه سأكون غاضبا عليه والسفينة ستصل في الموعد المحدد وكلهم سيصلون فيها من واحد لكن واحد أطاع والثاني عصى كيف عصى بتلك القدرة الجزئية على الاختيار التي لم يفهمنا الله جل جلاله تفاصيلها انتهى الأمر والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالم التفصيل تجده في الشروح التي ذكرتها قبل البداية ترجمة نانسي قنقر